موسيقى 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 ما ترسوا وقمكم وقمكم موسيقى نور يسعد صباحك نور يسعد صباحك سلمة ويسعد صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية لكل مشاهدينا وينما كنتوا عم تتابعونا على امتداد الجغرافية السورية رسالة محبة وسلام من سوريا لكل العالم تحييتنا الصباحية دائماً ما بتكمل إلا لرجال الله في الميدان رجال الجيش العربي السوري أبطال المكان وأسياد الزمان صباحنا بلش لكن برفقتكم نبتدي دايماً بعض الفاصل اشتركوا في القناة نور مثل العادة رح نبلش صباحنا لليوم بمجموعة من الأخبار المنوعة والبداية مع صنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤلف من كابرييلا توريس وماريانو أدهشاء الحضور بمهرجان التانجو العالمي وبطولة التانجو في بيونس آيرس أكيد سلمة فسرت توريس استمتاع برأس التانجو قائلة أنه له طعم آخر وهي جالسة على كرسي زوي الاحتياجات الخاصة وأضافت أن رقص التانجو ساعدها على التعمق في جزور بلدها اشتركوا في القناة نور مثل ما شفنا الكرسي هون ما كان كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن كان وسيلة قدرت تتعبر من خلالها فعلا عن رسالة الفن ورسالة الإبداع اللي ما بتوقف رغم أي شيء صحيح رسالة الإبداع ما بتوقف رغم كل الظروف يعني أي شخص يمكن يكون عنده مشكلة أو إعاقة ما بس الإبداع بلد يمكن من رحم الألم سلم أكيد نور خلينا نروح سواء لروسيا حيث انطلقت فعليات المهرجان العسكري الموسيقي الدولي بموسكو وتضمن المهرجان عرض عسكري ضخم يعد من أكبر العروض في العالم خلينا نشوف مشاهد منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي يعد أكبر احتفال سنوي في الشارع العام في أوروبا ويشارك في فقرات الكرنفال الصاخبة نحو مليون شخص كل عام لنطبع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نور خلينا نروح سواء لليابان حيث تضفق نحو نصف مليون شخص في شوارع اسكو كوسا بتوكيو للاحتفال بمهرجان السامبا السنوي بنسخة الخمسة وثلاثين يلي تغط عليه الألوان المبهجة والاستعراضات يلي قدمها آلاف المشاركين خلينا نشوف سواء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جديدا لأكبر لوحة فسي فسائية في العالم تمثل قبعة السونبراريرو التقليدية بتدخل بذلك موسوعة جنس العالمية وتحطم الرقم المسجل باسم كندا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنوعة صار الوقت للروح سواء ونقلب برزنامة التاريخ اليوم محدود 30 أب بصفحة التقويم السجل كتير من الأحداث التي كانت علامة فارقة بالتاريخ ومثل كل يوم سنذهب لقراءة سريعة لأبرز هذه الأحداث بالتقرير التالي لكل يوم أحدثه وأخباره منها ما يكون بصمتان يغير مجرى التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر في مثل هذا اليوم من عام 1422 هنري السادس يتولى عرش إنجلترا وهو بعمر التسعة شهور وذلك بعد وفاة والده الملك هنري الخامس وفي عام 1897 توماس أديسون يحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة التي أطلق عليها اسم الكينتوغراف وفي مثل هذا اليوم من عام 1911 مدينة سان فرناندو بمقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تحصل على صفة مدينة وفي مثل هذا اليوم من عام 1965 تدشين الخط الهاتف الأحمر بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والمخصص لوقت الأزمات الخطيرة ومن أبرز الذين أبصروا النور في مثل هذا اليوم من عام 1949 ريتشارد جير ممثل أمريكي أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1997 ديانا أميرة ويلز والزوجة السابقة لولي عهد المملكة المتحدة الأميرة شارلز وفي عام 2005 جوزيف روتبلد عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1995 صباحنا لسه بأوله ويمكن سواء نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ هركم سعيد 31 أب تاريخ شهد على ولادة العديد من الشخصيات لغيرت مجرى التاريخ وأثرت الإنسانية بمجالات عدة حتى العديد من هالشخصيات غادر عالمنا بمثل هاليوم خلونا نشوف مع بعض من شخصيتنا لليوم مشاهدين جوزيف روتبلد فيزياء بريطاني ولد في الرابع من تشرين الثاني من عام 1908 في وارسو هو الوحيد الذي غادر مجروع منهاتن قبل تدمير مدينة هيروشيما في عام 1945 قام بتأسيس مؤتمر للعلوم والشؤون الدولي لتنبيه العالم إلى مخاطر القنبلة النوبية درس الفيزياء في بولندا التي غادرها إلى المملكة المتحدة بعد الاحتلال النازل لها خلال الحرب العالمية الثانية انضم بعد ذلك إلى مشروع منهاتن ولكنه غادر وعاد إلى بريطانيا وحصل على الجنسية درس في جامعة لندن الفيزياء بين عامي 1949 وعام 1976 وقع في عام 1955 مع ألبرت أنشتاين وبيير تراند راسل على عريضة تحذر الحكومات من مخاطر السباق إلى التسلح وتدعو العلماء من مخاطر النوبي حصل في عام 1995 على جائزة نوبل للسلام وتوفي في الواحد والثلاثين من آب من عام 2005 نور أولى محطاتنا لليوم مع الموضوع يمكن بيشغل باله لكثير من السوريين الاستيراد هو موضوع بات يشكل اليوم نسبة لا تقل عن 80% وهو بشكل جزء كبير من عمل ونشاط ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قياسا إلى نشاطاتها الأخرى ما يجعله من المواضيع التي تثير الجدل والنقاش بشكل مستمر وما تفرزه من أوضاع وحالات ومشاكل مختلفة دائما تفرد نفسها سلمة يدور منذ فترة نقاش حول وجود مشكلة محددة لإجازات الاستيراد إذ يتم إنقافها أو التريث في بعضها في حال مرت بالطريق النظامي في حين تمر بسلام دون مشاكل في لمو مرت عن طريق بعض المخلصين الجمركيين علما بأن مثل هذه الحالات تم تدولة في اجتماع سابق لغرفة تجارة دمشق للحديث أكثر عن موضوع إجازات الاستيراد وشرح آلية الخاصة بهذا الجانب معنا بالاستوديو معاون وزير الاقتصاد السيد بسام حيد صباح الخير أهلا وسهلا بالبداية سيد بسام خلينا نحكي عن إجازات الاستيراد نعرفها يمكن نعرف مشاهدينا أكتر شو هي إجازة الاستيراد هي بالإطار العام رخصة بيحصى عليها التاجر من إحدى مدريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات من أجل أن يستورد بضاعة أجنبية إلى وضعها بالاستهلاك المحلي في سوريا هذه الإجازة هي عبارة عن وسيقة تمنح على عدة نساخ وتوزع إلى الجمارك وإلى المصارف التي ستمول هذه الإجازة ونسخة لصاحب علاقة من أجل عندما تحضر البضاعة أن يأخذ هذه الوسيقة إلى الجمارك ليتم تعرف على بضاعة وتخليصها هذه أجازة السيراد محددة فيها قيمته وكميته ونوع المادي وبند الجمركي ومن أي بلد أتات والفحوص الصحي واللازم لأن تكون سليمي المواصف القياسي السوري كل محدد بالإجازة عندما تأتي هذه البضاعة يأتي المخلص الموظف الجمركي أو الكشاف الجمركي فيكشف على هذه البضاعة إذا وجد أنها متطابقة مع ما هو موجود في الإجازة يقوم بأخذ الرسوم عن هذه الإجازة وتدخل البضاعة إذا كانت مخالفة في شروط معينة لها أنظم إما تعاد إلى بلدها أو أن تكون الشروط يعني ممكن تجاوزها في الحرم الجمركي وبالتالي تدخل البضاعة وتوضع بالاستهلاك محلها باقتصار شديد يعني أنت باقتصار شديد يمكن وسريع عرفت شو هي إجازات الاستيراد قبل ما نغوص بتفاصيل إجازات الاستيراد والمشاكل التي تدور حولها خلينا نفصل أكتر للمشاهدين آلية الاستيراد كيف بتكون لما أنا بدي أحصل على إجازة استيراد يعني دائما في فترة طويلة يا باخدة يا ما باخدة شو هي الآلية لك؟ صدرت آلية وقرت في جلسة مجلز زراء بـ 23-8 مؤخرا آلية جديدة وضعت آلية متكاملة لكل هذا الموضوع طبعا ما قبل جلسة مجلز زراء في 23-8 كان هناك آلية معتمدة استخدمت لمدة ثلاث سنوات التجار بيتقدموا بطلبات للحصول على موافقة في مديريات الاقتصار ترفع إلى الوزارة يحصل على موافقة تعاد إلى المديري فيحصل على الإجازة هذا كان معمول به سابقا ما تم في جلسة مجلز زراء بـ 23-8 هو إقرار آلية جديدة متكاملة ألغت كل التعليمات التي كانت استسبق هذه الجلسة وصدرت تعليمات جديدة ضمن آلية ووزعت إلى مديريات الاقتصاد وغرف التجارة للعمل بها هذه الآلية من ميزاتها أنها حددت المواد بشكل دقيق وواضح قوائم مكتوبة محددة قيمة وكمياتة وكل شيء عنها بحيث أن التاجر يستطيع أن ينظر في هذه القائمة وينظر إلى البضاعة التي يرغب باستيرادة ثم يتقدم بالطلب فسوف يتم الموافقة له على طلبه إذا كانت متوافقة مع هذه الآلية المعلنة وأعطت طبعاً هذه الآلية المساواة في كل المواد يعني أي تاجر يتقدم على هذه المادة يحصل على نفس الكمية أو أقل يعني وضعت الآلية ثقوف لكل مادة كل مادة السقف الأعلى المسموح منها كذا يستطيع التاجر أن يأخذ حتى السقف الأعلى وأقل أكثر من السقف غير مسموح أما السقف هو كميات كافية وتلبي حاجة السوق درست بعناي هذه الآلية ووزعت لتكون شفافة ومن أهم ميزاتها أنه ليس للعنصر البشري يعني تدخل في تقدير الكمية أو أي شيء آخر يعني أصبحت محددة بدقة بحيث أن التاجر يعرف طلبه لا يوجد العنصر البشري مهمته الآن أن يدقق أن تكون طلب التاجر متطابق مع هذه الآلية وما يدخل بإعطاء أساساً الإجازة مو بس يدقق لأنه في كثير من الإجازات توقف ما تتاخذ يعني لمشكلة ما أو بسبب شخص ما الآن نحن نتحدث عن الآلية التي صدرت يوم 30-9 حددت بدقة وبالتالي التاجر إذا تقدم بطلب إلى المديرية تصل إلى الوزارة للتدقيق أنها متطابقة مع الآلية لا يوجد دور بإقلال الكمية أو زيادة الكمية أو إعطاء أو عدم إعطاء إذا كان الطلب متطابق مع هذه الآلية حتماً سيحصل على هذا الطلب من لا يحصل على طلب هو الذي يكون قد تقدم بطلب مخالف لهذه الآلية أو أن المواد المسموحة محددة والمواد التي غير واردة بهذه الجداول غير مسموحة يعني الآن أصبح الأمر واضح يستطيع التاجر أن يجد في المديرية ما هو مسموح فيتقدم بطلبه وما هو غير مسموح لا يتقدم بطلبه خلينا نحكي أمكان عن بعض المواد التي استبعدت أو مستبعدة من إجازات الاستيراد وشو هي المسموحة يعني حتى نقول هذا القانون الجديد اللي هلأ طلع بـ 308 شو شمال شو تم تعديلات باعتبار إلا أنه كان فيه جدل كبير على الموضوع شو اللي تم الاستبعاد وشو اللي تم تحديده بشكل أوضح تمام هلما كان يتم سابقاً مثلاً نقول مستزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بتقدم التاجر بطلب بيحصل على هذه المستزمات فيه اللجنة تقديرية بتقدر الكمية والقيمة الآن ما صدر في هذا الدليل مثلاً هو أهم قائمة فيها هي قائمة مستزمات الإنتاج الزراعي والصناعي هذه المادة محددة مثلاً أصبحت ما هي مستزمات الإنتاج الزراعي؟ مثلاً عندنا هون الشعير العلفي الكسبي بزور فول الصوية الزرة العلفية المتممات العلفية اللقاحات البيطرية كلها محددي بقيمة وكمية مثلاً 12500 بالتنسيق مع وزارة طبعاً المواد الزراعي بالتنسيق مع وزارة الزراع المواد الصناعي مع وزارة الصناعة مواد الصحي الأدوي مع وزارة الصحة مسبقاً بيكون تم التنسيق وأخذ الموافقة فإذن قال التاجر الذي يرغب باستيراد مادة الشعير مثلاً بينظر بهذا الجدول بيقول أنه 12500 هو الحد المسموع هذا الحد الأعلى بيستطيع التاجر يقدم أدنى لكن 12500 هي كمية كافية لشحن بضاعة على باخرة بيستطيع يحصل على هذه الكمية أو أقل كل تاجر لديه مستودع ولديه عمال اثنين في مستودعه بيستطيع يحصل على مادة الشعير بطلب واحد 6 ألاف طن مادة أخرى اللقاحات البيطرية مثلاً متعددة الأنواع بقيمة 100 ألف يورو من يتقدم من التجار الذين لهم سجل تجاري طبعاً هذه أمور واضحة لكل تاجر عنده مثل هذه الوسائق بيأخذ مثلاً 100 ألف لقاحات بيطرية القمح مثلاً 2500 طن كل تاجر يتقدم إلى مادة القمح بيأخذ 2500 طن بالطلب الواحد بيستورده بعدين بيجيب 2500 ثانية السكر الخام مثلاً البزور الزراعي ب500 ألف يورو أي تاجر بده بزور زراعي بيستطيع لحد الـ 1500 لورو يتقدم طلب واحدة الأسمدي والمبيدات الزيوت الخامية مثلاً حبيبات البلاستيكي هذه القوائم محددة 100% بدقة واضحة ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه لا يعرف هي معلنة في مديريات الاقتصاد ونحن في وزارة الاقتصاد أعلننا على موقع الوزارة على الفايسبوك وعلى أرقام الهواتف والإيميل لكل من له مثلاً قراءة أو له استفسار أو له يرغب بإضافة مادة مثلاً إذا كانت هناك ضرورة لها ترسل طلب إلى الوزارة المعنية بهذا الطلب إذا كانت وزارة زراعة يأخذ رأيها ممكن أن تضاف أو أن تحزر الآلية إذن حددت التي يتم استيرادها وهي المواد إذا قلنا كنا نحكي عن المواد الأساسية لإنتاج الزراعي والصناعي بالكامل لدينا الفئة الثانية هي المواد الأساسية الغذائية مثلاً مثل السكر والرز والشاي والقهوة والطون والصردين هذه مواد غذائية أساسية أيضاً حددت الآلية كميات من هذه المواد وقيم حليب الأطفال حليب البودرة الشاي السمن الحيواني مثلاً محضرات تغذية الأطفال وهكذا محدد قيمي وكمي الأدوية البشري مثلاً مفتوحة مستودع الأدوية والشركات الأدوية تستطيع تحصل بالقيمة التي تريدها أدوية مانا محدد بسقف في بعض المواد مانا محدد بسقف مثلاً تجهيزات المخبري الكواشف المخبري كل هذه المواد مفتوحة المواد الأساسي غير الغذائية مثل إطارات السيارات قطع غيار السيارات مثلاً هي أيضاً غير محددة يعني محددة بأوزان مثلاً أدوات صحية بيستطيع التاجر مثلاً يحصل على 25 طن بالطلب الواحد أي تاجر مثلاً المولدات الكهربائي 50 طن كمان أي تاجر لم تترك هذه الآلية الجديدة مجال للتقدير هذه هي أهم ميزة فيها نتمنى أنه الآلية الجديدة تكون فيه يمكن إلى عمل على الأرض بشكل أكبر لأنه سابقاً رح أعطيك مثال على الإخبارية السورية وصل مثلاً استضفنا أكثر من حدا وصل كيلو الإخيار للتسعمائة ليرة عملنا استطلاع ونزلنا على الشارع كان السبب أنه ما في منح إجازات استيراد لخيار من الأردن وقفة كانت لو فيني أنا أخذ هاي الإجازة كان نزل كيلو الإخيار مثلاً للميتين ليرة مين بيحدد أنه ممكن أنا أخذها ولا لا يعني فيه مثلاً فيه مواد بالسوق بصير مرتفعة جداً بسبب عدم منح إجازات استيراد المواد الإنتاج الزراعي بالكامل الخضار والفواكه ممنوع استيراد سابقاً وحالياً لماذا؟ هذه المواد مع وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة إذا ارتأت الوزارة ووزارة التجارة الداخلية ووزارة تقصد هذه الوزارات المعنية بالموضوع أن هناك ضرورة الاستيراد مادة من هذه المواد فسيتم السماح بها لكل المستوريين وتحديد الكمية مثل ما حصل السن الماضي مثلاً حصار في مقصد بمادة البطاطا مثلاً تم استيراد 25 ألف طون من مادة البطاطا خلال شهر قبل بدء موسم الإنتاج الزراعي للفلاحين هذه وجهة النظر بالنسبة للخضار والفواكه هي لحماية الإنتاج الزراعي للمحاصيل السورية بس نحن في حالة حرب في كثير من المناطق الزراعية أساساً عندك مضررة وأنا لما أقول أن هذا المحصول غير كافي هذا اللي بدي يقول هذا المحصول غير كافي وزارة الزراعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكة وزارة الزراعة من مهماتها حماية الإنتاج والمحصول والفلاح السوري حتى لو وصل الكيلو للألف ومئتين يؤخذ بعين الاعتبار مثل ما صار بمادة البطاطا لوحز أنه ارتفع سعره كثير وهذه مادة أساسي فسمح بالاستيرادة مثلاً أي مادة يمكن أن ينظر إلى من خلال الجهات المعنية فيها أنه ضروري أصبحت الآن استيرادة تحدد باجتماع وبكميات ويتم إعطاء موافقات منها لأجل محدد وبكميات محددة لكل تاجر ويتم الاستيرادة ما عدا ذلك هذه الخضار والفواكه ممنوع استيرادة في الدليل طيب ما تم المناقشة خلال القرار الجديد اللي أصدر لا خلينا نقول تلافي يمكن بعض هاي المشاكل باعتبار أنه نحنا بزمن حرب هذا الوقت يمكن باضطر أنه نحنا نعمل فيه استثناءات ببعض الأمور وخصوصاً يعني مثل ما قلنا في أماكن متضررة نحنا بحاجة أوقات لنكون مرينين أكثر هي فيها مروني تركت مجال مثلاً الخضار والفواكه مكتوب عندها هاي تصدر بها تعليمات في المواسم يعني الخضار والفواكه متروكة لقرار بالتنسيق بين وزارة الصراع ووزارة اقتصاد ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للضرورة يعني في حال وجود موسم للفلاحين لا يتم استيراد منا خارج أوقات الموسمية يتحدد كمية معينة لمدة معينة بس ممكن هذا الموسم ما يكون كافي يعني موسم الفلاحين لا يغطي تمام إذا وجد ذلك يتم الإقرار بالكمية اللازمة لسد النقص إذا كان لا داعي لا داعي هذا الأمر لا يقرره شخص بمفرده يقرر تنسيق بين ثلاث وزارات باجتماع وتحدد واتحاد الفلاحين طبعاً يعني اتحاد العامل الفلاحين ووزارة الزراعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة التساط بيجتمعوا بيشوفوا أنه هالمادة فيه نقص منها ألف طون بنسمح بألف طون ألفين ألفين لتوزع مثلاً على حصص ليس لكل تاجر لكل طلب لا يتقل مثلاً للطلب الواحد خمسين طون خمسة وعشرين طون لكي نصل إلى الكميل اللي هي مثلاً مسموحة ألف طون أو ألفين أو ثلاثة في تحديد بدقة كل مادة مكتوب مثلاً مثل هون مثلاً بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالتنسيق طبعاً يتم سؤال الجهة المعنية المشرفة على هذا القطاع فإذا كان النقص مئة ألف طون يتم استيراد مئة ألف طون مئتين مئتين ما في داعي ما في داعي من السوق المحلي كافي تركت هذه الآليم الباب مفتوحاً ومرناً لسد النقص في أي منتج كان زراعي أو صناعي هذه من ميزات الآليم جديدة اليوم بدك تعذرنا نحن نحاول نكتر أسئلة ولكن بما أن حضرتك موجود معنا اليوم فبدنا نحاول نستثمر أكبر قدر ممكن من يمكن التساؤلات للناس يمكن من المشاكل اللي مرأت كثيرة وقدرنا نرصدها من خلال الإخبارية وننقلها مع حضرتك أيضاً في موضوع كثير مهم اللي هو سمسرة وكشف التعامل تجاوزات أيضاً هل تم تحديد هذا الشيء بنسبة لرخص الاستيراد تعرف كان بيصير في بعض التجاوزات هذا العمل مثلاً بيشتغلوا فيه المخلصين الجمركيين معاقبين المعاملات أحياناً تاجر بنفسه أحياناً بيشتغل عن طريق مكتب آخر هذه عملية طويلة في الجمارك وفي الاقتصاد نحن الآن أنا أقول ما تم في هذه الآلية لم يعد هناك من دور لا للموظف ولا لمعاقب المعاملة لم يعد له دور في هذه الآلية طالما أن التاجر أصبح يستورد أرز مثلاً مكتوب محدد الأرقام صارت ممكن تلغي كثير من هاي المشكلة الأرز مثلاً ألفين طن من منشأ ومصدر واحد بيجيبها اللي بيقدم ألفين طن بده ياخدها شو بدي ساوي الآن السمسار أو الموظف أي واحد تاجر صار بيعرف حقه ألفين طن بيتقدم ألفين طن بياخد ألفين طن بده ألف بياخد ألف بده خمسمية بياخد خمسمية ما عد في دور للعنصر البشرين كان معاقب معاملات ولا مخلص جمركي ولا موظف ما حدا بيقرر الآلية هي التي تقرر أصبحت الآن مهمة جميع هؤلاء الذين نتحدث عنهم هو التدقيق في أن هذا الطلب متطابق مع هذه الآلية لم يعد هناك مجال لتدخل الشخص يعني لو كان مثلاً مكتوب أنه بس حتى لما بقول أن وزارة الزراعة هي التي تحدد أو بالتنصيق مع وزارتين أو ثلاثة كمان ما رح نقول شخص ممكن يكون عشر أشخاص كمان تحدد من حجم الإنتاج المحلي معروف يعني الإنتاج المحلي مثلاً من موسم الزيتو مثلاً معروف موسم الفواكه إذا كان مثلاً الخيار مثلاً موسم المزارعين معروفين وهناك مديريات الزراعة في المحافظات واتحاد الفلاحين والروابط الفلاحي تعرف حجم المحصول وهل هناك نقص أو لا يوجد نقص من هذه الآله يتم اجتماع يوجد فيه ممثلين للفلاحين ومن وزارة الزراعة ومن كل هذه الجزارات حتماً هؤلاء سيأخذون بعين الاعتبار حجم الإنتاج المحلي المتوقع إذا بدنا نطمن يمكن جميع التجار السوريين اللي بقلد بسبب الظروف يعني فيه كثير من التجار غادروا البلد فيه كثير بقيوا بقلد البلد الموجود حالياً تماماً الموجود حالياً نقول له ننطمنه أنه ممكن يأخذوا إجازات استيراد ما رح يكون فيه عليها مشاكل ما رح يكون فيه محسوبيات ما رح يكون فيه واسطات يعني هاي دائماً فيه مشاكل حوليها قد ما كنا نضبط قانونيون قد ما كان لا فيه مشاكل نحن نقول الآن من واجب الموظف ومن واجب التاجر الآن أن يقتني هذه الآلية ويتقدم بطلب من خلاله إذا كان المادة محددة في هذه الآلة لا يستطيع أحد أن يمنع التاجر من الحصول عليها وإذا كانت المادة غير موجودة في هذه الآلة وفي هذه الجداول لن يستطيع التاجر الحصول عليها لأنها غير موجودة بالجدول الشاي مثلاً ونحن أعلننا في مدريات الاقتصاد وفي الوزارة وفي كل المواقع وغرف التجارة والصناعة كل تاجر عليه أن يعرف هذه المواد وبماذا يتاجر إذا كانت المادة موجودة فكل الأبواب مفتوحة له للاعتراض ولكن قلت لكي الآن أصبح يتقدم بطلب مطابق لهذه لأنه يحصل تلقائيا في اليوم التالي وليس في اليوم التالت أو في اليوم الرابع في هذا اليوم مثلا يتقدم الطلبات حتى نهاية الدوام الواحد والنصف في اليوم التالي سيحصل على نتيجة طلبه وهذه النتيجة إما أن تكون مطابقة أو غير مطابقة عندما تكون غير مطابقة سيقال له لماذا وإذا كانت مطابقة سيحصل على الإجازة حتما ويمكن له أن يعترض في الوزارة وفي مديريات الاقتصاد وأنا أعتقد أنه لن يضطر للاعتراض لأن طلبنا من مديريات الاقتصاد أن تنشر في كل لوحة إعلانات في كل مديري هذه الآله وهي عبارة عن عشر صفحة مكتوبة وتنشر في لوحة الإعلانات ووزعناها يوم أمس نشرناها في صحيفة الثورة وأرسلناها إلى غرف التجارة وغرف الصناعة وغرف الزراعة وأيضا وضعناها على موقع الوزارة على الفيسبوك نعم أستاذ بسام حيدر معاون مزير الاقتصاد مننا نتشكر وجودك معنا لليوم نتمنى كمان مشاهدينا يكونوا استفادوا كل اللي ويمكن ما شاف على صفحة الفيسبوك يكون حضر الحلقة شكرا كثير لوجودك وأيضا تم إلغاء القرار اللي سألت عنه حضرتك الموضوع القرار القرار 601 اللي كان بيفرض على المستورد أن يضع 25% من قيمة الإجازة قبل أن يستورد البضاعة تم إلغاء هذا القرار أيضا شكرا شكرا للك نتشكرت نتمنى لك توفيق وشكرا كثير على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا ياهو نتمنى أنه أي شيء بيصد بمصلحة الوطن جاهزين نحن الإجابة لأي سؤال أكيد شكرا كثير إلك أما هلأ مشاهدينا بسوريا بنبقى وتحية السوريين الدائمة ورسائلهم من القلب إلى حماة الوطن أبطال الجيش العربي السوري يلي وفقته كاميرا أخبارية سورية خلونا نتابع الجيش العربي السوري بنقول لهم نحن هم بالشام بأمان وإطمئنان طالما أنتوا بأمان وإطمئنان والله يحميكم وينما كنتوا تكونوا كل جبهات البلد الله يقوي ويحمي جيش العربي السوري بنقول لهم نحن هم بالشام بأمان وإطمئنان طالما أنتوا بأمان وإطمئنان والله يحميكم وينما كنتوا تكونوا كل جبهات البلد الجيش هو حامينا وأنا عندي ثلاثي بالجيش العربي السوري زوج أول شهيدة مدنية وإطمئنان والله يحميه والله يحميه والله يحميه وإطمئنان حماد الدياري عليكم سلامة أما هلأ مشاهدينا فصار الوقت لنترافق بجولة على أهم الإحداث والأخبار الثقافية خبرنا للأول من سوريا وتحديدا من دمشق وتفاصيله معك نور أكيد سلمة البداية من الرواق العربي الذي يشهد حاليا معرضا تشكليا يحمل عنوان إيقاعات نازفة للفنان حسين سقور مختزلا عبر لوحاته أكثر من خمس سنوات من عمر الحرب على سوريا المعرض ضم أكثر من ثلاثين لوحة بأحجام تنوعت بين الكبير والمتوسط والصغير وتركزت مضامنا على الفن التجريدي المفعم باللون والدهشة الباحثة عن السلام يذكر أن الفنان التشكيلي حسين سقور عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وله العديد من المعارض الفردية أبرز أنشودة حب وأغاني التراب ودموع آدم وغيرة من المعارض الفنية إضافة إلى مشاركاته الجماعية مهلا نور فخبرنا التالي من جوائز الام تي في الموسيقية التي تصدرت في المغنية الشهيرة بيونسي المشهد وذلك بفوزة بثماني جوائز من بين الجائزة الأبرز والأعلى شأنان لأفضل تشجيل مصورة الفيديو المصور لأغنية بيونسي فرومشان حمل العديد من الرسائل النقضة للسياسة الأمريكية ويذكر أنه من بين الفائزين لهذا العام مغنية الراب دراريك الذي ناله جائزة أفضل فيديو كليب كما فازت أغنية بلاكستار للمغنية راحل ديفيد بوي بجائزة أفضل إدارة فنية سلمة وخبرنا الأخير في الثقافية لهذا اليوم مع وفاة المغنية المكسيكي خوان جابرييل الذي يعد واحدا من أكثر الفنانين نجاحا في أمريكا اللاتنية جابرييل توفي نتيجة أزمة قلبية قبل حفلته الموسيقية الذي كان مقررت أن تقام في بيولاية تاكساس ويذكر أن الفنان جابرييل الذي انتهت مسيرته الفنية والتي دامت أكثر من أربعين عاما حقق شهرة واسعة عبر ملايين النسخ المباعة من ألبوماته حول العالم كما شارك في أداء أدوار سينمائية عديدة يعني نور مجموعة كتير من الأخبار الثقافية مرت معانا لليوم خلينا هلا نروح بفاصل صغير ونرجع نتابع مشاهدينا باقي فقراتنا مهلا مشاهدينا فرح ننتقل لمحطة من التحدي الزهني والرياضي رغم صغر سنه لأنه بيهوى الرياضة بشكل كبير وكأنه محترف بهذا الميدان من عشرات السنين بيقضي وقته بالصيف عند انتهاء المدرسة بمتابعة آخر أخبار كنا نقول بداية من عام 1930 لآخر مونديال بعام 2014 واليوم سلمة رح نسترجع مع مشاهدينا بعض أجواء المونديالات السابقة مع طفل محمد يازن طه المعلق الصغير الذي يملك ذاكرة حديدية وهو يضيفنا لليوم بدي إليك سعاد صباحك سعاد صباحك صباح الخير صباح الخير كيفك يازن؟ الحمد لله هلا نحن قلنا أنه أنت أصغر معلق رياضي يمكن خلينا نعرف العالم أدي عمرك هذا تسع سنين تسع سنين رح نبلش معك بما أنه أنت دايما كنت تبهر الناس اللي حوليك وأهلك وكل متابعينك بنتائج المباريات وحفظك إله خلينا نبلش معك بمبارات ألمانيا وجزائر بكأس العالم 1982 تهت لفريق الجزائر بالنتجة 2-1 برافو طيب قبل ما نحكي كمان أسئلة تانية سلمة بقيادة رابح ماجر بقيادة رابح ماجر برافو طيب نحكفي معك بالسؤال التاني خلينا نحكي مين هو هداف كأس العالم لعام 1990 توقع سكيلاتشي الإيطالي تتوقع توقعك صحيح طيب خلينا نحكي عن نتيجة نهائي كأس العالم لسنة 1998 1998 زي ندين زيدان قيد الفريق الفرنسي اللي يفوز على الفريق البرازي بالنتجة 3-0 هلا نحنا طبعا مشاهدين عم نسأل لأسئلة نحنا محضرينها ولكن يظن هو ما بيعرف عن الشي نحنا حتى نحنا يمكن عم نحاول نقرأ الأجوبة لنتأكد وهو كل أجوبته هلا صحيحة مين فاز بالمباراة مين؟ مين فاز بالمباراة فرنسا 3-0 3-0 فرنسا على البرازيل 3-0 كيف كانت المباراة؟ بالصراحة كانت مباراة رعا جدا من فريق الفرنسي أنا أظن أنه مرض رونالدو البرازيلي ممكن أنه أثر قليلا عن فريق البرازيلي بل خط الوجوم رونالدو البرازيلي فعل شي تاريخي خصوصا أيضا بالألفين واثنين عندما فاز على البرازيل على ألمانيا بنتيجة 2-0 ويعني أيضا غلط الحارس بالألف الأول فريق البرازيلي فأنا أقول أنه رونالدو البرازيلي كان سبب ضعف فريق البرازيلي بالوجوم هو الفريق الفرنسي يعرف أنه يتعامل مع المباراة بالكورتين سابتين بالركنية وزين الدين زيدان تعامل معها بالشكل الصحيح والصراحة فرنسا استهل الفوز وأيضا بقلب باريس براو وأنت بتستاهل تكون عن جد أصغر معلق بالعالم يعني مو بس لا ومعلقنا يعني بيعطيكي كل كلمة حقا طيب خلينا نقول كأس العالم عام 1966 وين كان؟ بإنجلترا وقتها فاز في إنجلترا على الفريق الألماني 4-2 صحيح، طيب رح نحكي عن نتيجة نهائي كأس العالم لسنة 2006 2006 زين الدين زيدان وأيضا ماتيرازي منه المباراة بنتيجة التعادل بالوقت بالشوطين الأول شيء وأيضا بالشوطين الإضافيين وفاز الفريق الإيطالي بدربات الجزاء رغم غياب زيدان فالفريق الفرنسي أيضا تأثر جدا جدا وأنا بعتقدوا سلمة وكل المشاهدين عم يتأثروا بهي الكلمات خلينا نتابع معك مقطع فيديو بدك تعلقنا عليه ياب ياب خلينا نشوف شو هذا الفيديو اللي عم شوفه يازان؟ هذا هدف أندري تولي على الفريق البرازيل هدف السابع عندما فاز الألمان سبعة واحد على الفريق البرازيل أعلق لنا عليه، يعني هلأ إذا أنت موجود هنيك شو بتعليق اللي مكانت تعلقه عليك يا معلق رياضي؟ نفقد إعادة نعيدة؟ نعم ممكن نعيدة، نطلب من الكنترول إعادة، يلا قدش كان عمرك لما بلشت تتابع رياضة؟ أنا تقريبا من خمس سنين كان عمري أربع سنين أربع سنين يعني صلك زمان خمس سنين هي هواية عندك؟ نذكر أول مباراة يمكنك اكتشفت عندك هاي القدرة على التعليق الرياضي فيها؟ وقتها كانت المباراة بألفين وعشرة كان بابا يجيب التلفزيون فكنت اتفرج على مولديها الألفين وعشرة من وقتها بلشتها بكرة القدم وقتها مرة شجع الأرجنتين، مرة ألمانيا، مرة برازيل ما كنت لسا محدد فريق؟ لا، ما كنت محدد فريق، يعني كنت فقط تتابع فعجبتني كرة القدم وضليت مستمر من الألفين وعشرة حتى الان ماذا تشجع الآن؟ حتى الان، يعني الصراحة كل الفريق ممتازة ولكن أظنك عالمياً الفريق الألماني عنده قوة بخط الوسط وأيضاً بالوجوب فهو يستحق النفوذ بكأس العالم واستحق وفاز أيضاً في 2014 وأيضاً يكفي أنه ثلاث مرات كأس الأمم الأوروبية عام 72 وعام 80 وعام 96 وأربع مرات كأس عالم يعني تاريخ كبير بالنسبة للفريق الألماني في ألمانيا بالنسبة للمنتخبات تايماً يكون فريق ماكينات فريق كبير أما في فريق الأندية أو في فريق الأندية يعني أقول أنه ريال مدريد هو الفريق الملكي وأيضاً يكفي أنه فاز بـ 11 كأس من كأس الأبطال الأوروبية يعني هو حتى الآن أكثر فريق فاز بكأس الأبطال قبل إيسي ميلان يعني فاز فيه سبع مرات طيب الفيديو صار جاهز خلينا نشوفه ونبلش تعليق عليه يلا تفضل الكورة ترجع مروقنا يا تشاند ريتشولي يا ولد يا ولد يا ولد مش موكك الهدف السابع قاتلوهم نعم الماكينة الألمانية تقدي على القوة البرازيلية غياب نيمار ترد تيانغو سيلفا السابعة السفر السابعة السفر السريح حرام 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 في ضيحتات البرازيل على أرضكم وبين جمهوركم وأنتم فريق عريق منذ أعوام وسنين أتى لكم بيليه ورونالدو البرازيلي ورونالدينو وجيرفيرو وأيضا جونيور وماذا تكفون وكذلك سقرات ماذا الفريق البرازيلي هل انهار البرازيل هل انت وقت البرازيل والألمان بنيه سابعة سفر سيفن زيرو واحد تلين بلا بلد جيليو سيزار يتحصر على خيبة أمل سكولار يلجأ لخطة الاحتياط هين انت يا البرازيل هين انت يا محمد شهاد يا ولد يعني عن نحكي عن المباراة هل انت وقت البرازيل والألمانيا سبعة صفر سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد لماذا برأيك تصري يعني صراحة الفريق البرازيلي عنده كثير من نقات فوقت الفريق الألماني عليه أول شيخ واكي منه يعني تفوق على سكولاري ذهنيا اهتمامه بالمباراة التعليمات اللاعبين يعني هو ماهتم بالمباراة وجوعان يريد الفوز سكولاري فقط يكتب على الورقة ويعطي تعليمات أصلاً هي خطأ أنا أقول أنه كذلك غيات نيمار على الخط الهجومي وكذلك خطة البرازيل تشكيلة 4-2-4 هذي التشكيلة دايماً يعني تخسر الفريق لماذا؟ خط الوسط يكون ضعيف فيها خط الوسط دايماً هي ماركة العمليات لو أنت سيطرت على خط الوسط تسيطر على المباراة والنتيجة ضعيف جداً حتى أوزيل ببعض من الأوقات يعني أو بالأوقات المباراة يرجع كرابع خط وسط جنب كروز وشفاني شتيجر وكذلك كسامي غديرة ويعني كلوزي ومولر يكونوا كلاقسين حربة وأيضاً بعد دخول تشكيلة يعني فريق الألماني صار أقوى بكثير لأن تشكيلة عادت الحلول عادت السرعة لفريق الألماني فألمانيا كان يستحق المباراة بالنتيجة استحوض على اللعب لعب بلعب هادي تمريرات القدم القدم سامي غديرة سامي غديرة هو نقطة مهمة جداً بالمباراة وكذلك توني كروز كروز دائماً كان اللاعب بوكس تو بوكس يعني يخرج من صندوق الألماني بالأمان حارس ومانوال نوير يروح لصندوق جليو السيزار فالبراسيل كانت منقضي عليها من جانب توني كروز من جانب سامي غديرة من جانب فاينيش تايجر من جانب أوزيل تمريرات السحرة عند اللاعبين أقوى الألمان جواعينين يريدوا الفوز أحسن من البرازيل البرازيليون يفكروا لعبة قدر وفقط يلعبوا أنه على الأساس هم أقوى من الفريق الألماني ولكن الألمان هتم بالمباراة عرفوا قوة لعبينهم وحذروا حذر من الفريق البرازيلي وأخذوا سبعة واحد يعني هذه إيانة بالنتيجة أيضاً أمام الجمهور وأمام فريق حريق مثل البرازيل يعني مو بس خلينا نقول معلق رياضي ومحل الرياضي هلأ هذا الشي يعني بيعني أنه أنت مو بس بتتفرج وبتحب يكون عندك أنت خبير يعني بتقرأ وبتحفظ وبتتابع قديش بتاخد معك وقت يومياً يمكن هذا الشي طبعاً مع دراستك يعني لا ننسى أنه أنت بالمدرسة لا هي المبارات يعني طاعة الدوري أشوفها ببعض من الأوقات يعني هي المبارات المهمة فقط أما بيرلي وهذه الفرق اللي من المستوى الثاني أو الدور الإنجليزي للدرجة الثانية أو يحتى الدور الأسباني عندما يرى كرة القدم يحتاج الإصارة أو عندما يرى أي شيء يحتاج الإصارة يعني عشان يحب اللعبة إصارة كرة القدم الشغف يعني الأعصاب أعصاب اللاعبين وأعصاب الجميل لقينا عندما فاز بطريق الألماني سبعة واحد صاروا الأطفال الصغار صاروا يبكوا يعني يبكوا هذي من إصارة كرة القدم من حبهم لكرة القدم من شغف كرة القدم فكرة القدم يحتاج لواحد يحتاج الإصارة فيها والصراحة كرة القدم يعني على القليلة أنه هي أكثر لعبة شعبية نعم والشغف اللي عندك بكرة القدم واضح محمد خلينا نتابع مع مشاهدينا البرنامج اللي بتقدمو كل يوم بديتو نصع نشوفو مع بعض ونرجع خلونا نتابع مشاهدينا المباراة كانت مستوى رائع جدا الفريق الإيطالي حافظ على القوة البدنية بعدما أن أتى بالهدف الأول وكانت مباراة طيبة الفريق البلجيكي هاجم ولكن الفريق الإيطالي كلايني وبارزالي بونوتي أولاد ثلاثي كان قوي جدا لحماية مرمى جالويتي بوفون من أي خطر بلجيكي أنا أقول أن الفريق البلجيكي ممتاز كان نلاعب قويات أو اللاعبين للفريق البلجيكي كانوا ممتازين يا زد يتأهل بلجيكي؟ يخطر ممكن يتأهل نعم يعني عندك يا ليش شوف عمرك ثمان سنين ودير بالك شوف ليش إيطاليا ليش إيطاليا رجعت على لعبة خطة دفاعية بعد ما جابت هدف؟ يعني حتى الكرة الإيطالية دائما تعودنا بهذا الشكل حتى ضرب وتكسير هذه الكرة الإيطالية تضلوا بالكرات المرفوعة فحتى الهدف الثاني اللي سجلوا المنتخب الإيطالي على الفريق البلجيكيين من أجمة مرتدة فالفريق الإيطالي لا يستعمل خطة الوجومية يعني يلعب ثلاثة خمسة تنين والخمسة وسط كلهم يرجعوا للدفاع يصار كثير من دفاعات من لعبين من لعبين دفاعية كان تكدس دفاعي كثير حتى المهاجمين يرجعان إلى الخلف حتى المهاجمين يرجعان؟ إيمبوني وبيلي رجعان إلى وسط الملعب بس بيلي هو الإيجاب الهدف كانوا غايشين على الهجمات العكسية هما آه ولكن المجموعة المرتدة سريعة دي شولي إيمبوني وبيلي كان دريفا لحظة لحظة يا زين طبعا المبارات الوحيدة اللي شفتها قلت بك السراسة اليوم صادق 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 بس كفي كفي مع كابتن فوزي كفي معنا بس هلس أنا أنا بطلع بريك سوي تبديل أنا سوي تبديل سوي تبديل سوي تبديل سوي تبديل سوي تبديل لا يعني كان عم بيقول لك المعلق آخر شي تعال سوي تبديل بدو يطلع بريك أنت تاخد محله كم مرة تعرضت لهذا الشي يمكن ناس تفاجأوا بالبداية بكمية معلوماتك هو طلال الياجوت بالمقاطع دايما يكون كوميدي أكثر فهو دايما يعني كان يصور معاي انستجرام طلال ياجوت على حسابه فأنه حبيت أنه في أحد نهتم برياضة فصار يعني أنه يضحكني وهتميت فيهم ويعني كانوا يلعبوا أو كانوا يحكوا برياضة يعني أسئلة رايعة جدا وخصوصا بكاس الأمم الأوروبية كاس الأمم الأوروبية حتى الآن هو أكثر بطولة لقيت فيها إصارة يعني فريق ويلز فاز ثلاثة واحد على فريق مثل بلجيكا يعني دائما هي التدريب لللاعبين والاهتمام المباراة هو أكثر شيء فأنه أنا تميت بكاس الأمم الأوروبية تقريبا أكثر بطولة حتى أكثر من كاس العالم في الفين واربطاش طيب خلينا نعرف المشاهدين لمحة بسيطة عن كاس العالم شو بدك تقول تحكي لمحة بسيطة عن تاريخ كاس العالم يعني من أول ما بدأ الحب بياته بدأ كاس العالم عام الف وترمائة وثلاثين فيه السيليستر غواي عربة ثلاثين ثمانة وثلاثين هالباسة الإيطاليا فازت باللقب نينو واربين ستة واربين توقف كاس العالم بسبب الحرب العالمية الثانية الف وترمائة وخمسين عادة منتخب السيليستر غواي يفوز بثاني لقب لي أما عام الاربعة وخمسين هالما انتشافت الألماني هالمكينات فازت باللقب تمانة وخمسين بيلي وعمره 17 سنة فوز البرازيل باللقب نينو وستين عادة البرازيل يفوز باللقب أيضا وبيلي بعمره 21 سنة ستة وستين انجلترا على هرادية وبين جمهوريا فازت باللقب هربعة ثلاثين على الميكينات الألمانية هالبين وسبب عادة يفوز البرازيل بكاس جون ريمي جون ريمي بدأ طبعا متمكورت عام عام 1930 استمر 40 سنة حتى العام 1970 وطبعا قال جون ريمي انواد الكاس اسمه جون ريمي ولي يفوز فيه ثلاث مرات يفوز باللقب ويحتفظ فيه والبرازيل حتى الهام احتفظ باللقب جون ريمي هام الالمان بالعربعة وسبعين صنعوا كاس جديد اسمه كاس الفيفا حتى الان هو مستمر والمانيا ايضا فازت بالأربعة وسبعين كأنه ماتوا الكاس لي يفوزوا بيه وفازت باللقب كمان وسبعين هالطانجو الأرجنتيني قال اناني كبير وعادة رزيز باللقب هو براسيتهم خدا على المان بالنيهي هام الستة وثمانين دياغو راماندو ماردونا امام انجلترا سجل هدف هو حتى الان احلى هدف في المونديلان ستة وثمانين وبكل المونديلان راوخ ست لاعبين وسجل هدف على انجلترا وهدف في الشير اسمه يد الله وبالنيهي تفوقوا على الالمان وفازوا باللقب اما عام الالف وكسعمية وتسعين عادة ايضا ماردونا لتالي للنيهي ولكن المانيا هتت له بظلم جديد بهلانتي هو احد سفر همام الفريق الارجنتيني الالماني تفوقوا عليهم هربعة وتسعين دونغا فوز البرازيل باللقب ثمانة وتسعين كان رونالدو البرازيلي ان يفوز البرازيل باللقب ولكن مرضو بالمباراة الثانية جعل زيندين زيدين من فرنسا وبقلب بريد ان يفوز باللقب ثمانتين عادة رونالدو البرازيلي ليقول انها لعبة لانه مرض ولكن عادة وفاز باللقب ثمانتين سفر على المانيا بالنيهي اما الفنسا المباراة الشهيرة فاز فيها الفريق الفرنسي على الفريق البرازيلي واحد سفر وسميها مباراة لاصدقاء رونالدو البرازيلي ضد زيندين زيدين وكانت معركة ما بعدها معركة واحد سفر تهيري هنري من كرة السابت تعتط له تمريرها من زيدان ولكن المباراة الثانية كانت بين زيزو وماتيرات زيند بلا انت من هنا ردتهم من هناك فصخ وعاود من جديد ماتيرات زيند ولكن بعدها بنتح من زيدان على الصدر ماتيرات زيندين ذابتين البنتيال يتفوق الفريق الإيطالي بدربة جزاء في عام 2010 تمريرها من فنان بطوريز استلامه والاروع من نيستا والتصويبه والأحلى شبكة شبكة الولنديية والصراحة حرام الفريق الولندي اتعى ثلاث مرات لنياة وخسر باللقب ما هذا أمام نصف النياة كذلك هم 2014 هو اللقب الذي فاز فيه الألمان لرابع مرة لهم هو من طريق من؟ من قودزي تمريرتهم من جولي استلام والاروع وكرة بشبك روميرو سكنت شبك الفريق الارجنطيني 2018 هناك بروسيا سوف تشهد معركة فمن سوف يفوز بها هل هو البرازيل صاحب نايمار والبقية ولكن إذا العب فريد المدرب القادم للبرازيل فمستحيل أن البرازيل سوف يضعف فجومه أما الألمان الماكينات بإمكانهم أن يفوزوا باللقب ولكن فازوا باللقب 2014 فالإيطاليا وإنجلترا والارجنتين والبرازيل وكل الفرق الأخرى وأيضا أولندا هل سوف تصبح الألمان بالفوز باللقب أم الألمان سوف يعودون ويفوز باللقب في ثاني مرة على التوالي 2014 و2018 كاس العالم هو أقوى كاس بالعالم واسمه كاس العالم وأتمنى الحظ لكل الفرق ولكن برأيه يعني الفريق البرازيلي ممكن يكون أقرب غير الفريق الألماني لأنه لماذا؟ الفريق الأرجنتيني صحيح أنه ممكن أنه يلاعب مانسكينانو كلاعب ارتكال ويرجع داماريا كلاعب بقصة منطقة مدم ولكن النقطة هي باستوري باستوري يعني بكل سنة يجب أن يكون مصاب مع باريس سان جيرمان وهذا سوف يؤدي إلى مستوى متذبذب جداً لباستوري فأي الحل الذي سوف يكون ولكن وجود ديبالا مثل ما قال المدرب الأرجنتيني هو شيء ممكن أنه يحس الفريق الأرجنتيني ديبالا لاعب شائد سخير بالعمر عنده إمكانيات رائعة وخصوصا مع فريق يوفنتج عندما يكون كلاعب أساسي يعمل كل ما عنده والصراحة لاعب رائع جداً وبإمكانه أنه يفعل شيء للفريق الأرجنتيني طيب بعد ما عطيتنا يمكن هذا خلينا نقول تاريخ كأس العالم كلاته مع توقعاتك لألفين واتمنتعاش خلينا نقول لو كان هلأ في مباراة بين سوريا وأحد الفرق الثانية ودخل هدف على سوريا كيف رح تعليقها الموضوع يعني الصراحة أعلق يعني حتى لو سوريا خسرت بالنتيجة ولكن أنا فوزها فوزها بالتعليق مثلاً كيف؟ يعني أنه تكون تعليق تحكي الكلام هدي من سور قاسيون والكلمات الرائعة الفريق السوري لأنه بالفعل الفريق السوري عنده أمكانيات رائعة جداً لماذا؟ من 64 مباراة بالتصفيات فاز بـ 27 تعدى بـ 22 خسر بـ 15 هذا تاريخ لعب وأكبر محاولة وأكوى محاولة الفريق السوري كانت عام 1986 عندما كان ناقصهم هدف واحد فقط ضد الإراق ولو يعني سجلوه كانوا يتقالوا 86 ولكن هذه كرة القدم مفوز وخسارة مش ممكن أنك تزعل يعني وتعلق بهذا أو سب أو شسم حتى لأن كرة القدم هي أهم شيء بكرة القدم نحبها أخلاق روح رياضية هذه هي كرة القدم طيب محمد خلينا نقول إنه المشهد هلا قدامك كيف دك تعلق؟ يعني تخيل المشهد وعلق لنا الصراحة مقدر مقدر يعني أنا أكره الخسارة بكرة القدم أكره الخسارة مثل كريستان الناردو مثل بقية لاعبين فيه لاعب يكره الخسارة أنا أكره الخسارة ما أحبش إنه فريقك يخسر اللي بيمسلك الفريق اللي بيمسلك ما بتحب إنه يخسر لا ما يحبش طيب خلينا نقول إنه أنت نيل التكريم أنت نيل التكريم تكرمت شو كان شعورك؟ مع لواء محمد جمع موفق جمع موفق جمع يعني صراحة لقيت إنه شعور رائع جداً لأنه لواء مثل هذا يعني يكرم نفس أنت شو كان شعورك لما تكرمت كان شعور رائع حسيت بفخر يزان يعني اليوم يمكن نحنا ومشاهدينا شفنا موهبة سورية هي فعلاً موهبة ممكن نقول إنه راح فينا نقول لح تقدر تدخل جنس لو حبات جنس كأصغر معلق رياضي بالعالم ممكن تقدر تدخل هذا الشيء مو بس معلق ومحلل رياضي كمان شكراً تفكر بالموضوع؟ تفكر إنه إيه؟ طيب بالخطة محمد كما نقول بالنسبة إليك أهم هداف بكأس العالم مر على المونديالات مين كان؟ أهم هداف؟ أم أفضل لاعب؟ أفضل لاعب؟ أفضل لاعب صراحة بلاي بلاي؟ بلاي حتى هو أفضل لاعب العالم بلاي تاريخه إنه يعني لاعب دائماً هو هداف؟ لاي لاعب رائع ولكن هذا بالقديم أما حتى الآن أفضل لاعب مرة على التاريخ بكأس العالم هو أرنالدو البرازيلي أرنالدو البرازيلي صحيح هو الثاني هداف ولكن بالنسبة لي أفضل هداف كلوزي هو أول هداف اللاعب الألماني بستاشر هداف ياليه بعده رنالدو البرازيلي بخمستاشر هداف ولكن رنالدو البرازيلي تاريخي طاريخه حافل أكثر من كلوزي شو كان يلقبوين كان صاحب الرجل الزهبية أو هيك شي رجل الزهبي الرجل الزهبي مصبوط حتى بيلة الجوهر الجوهر السوداء بختام حديثنا بدي أتشكرك كتير يزن على وجودك معنا وبي أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله قريبا نستضيفك وانت حاصل على جنس كأصغر معلق رياضي بالعالم شكراً إليك شكراً إليك محمد مع المعلق الصغير مننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي بهاء الخير يسعد صباحك بهاء يسعد صباحك نور ويسعد صباحك سلمو أكيد يسعد صباح ضيفكم المميز موجهز لأهم الأخبار بعد الفاصل أكد دكتور بشار الجعفري مندوب سوريا دائم في الأمم المتحدة أن تصريح رئيسة آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حضر الأسلحة الكيموية فيرجينيا جامبا بخصوص استخدام غاز الكلور في سوريا مبني على شهادة شهود عيان هم إرهابيون الجعفري العديد من الحكومات الغربية المعادية لسوريا لا تزال تصطاد في المياه العاكرة منذ بداية الأزمة في سوريا بخصوص غاز الكلور وخاصة الإدارة الأمريكية القوات المدافعة عن الكلية الجوية تدمر عربتين دفع ربعين وزوادتين برشاشات ثقيلة وتقضي على عدد من الإرهابيين في محيط الكلية بريف حلب يأتي ذلك في حين سيطرت وحدات من الجيش على عدد من المناطق المهمة في ريف حلب بعد أن كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة للأفراد والعتاد وأكد مظر عسكريا وحدات الجيش بسطت سيطرتها الكاملة على تلة القراص والقراص والعمارة والبرندة في الريف الجنوبي لمحفظة حلب طلب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جمي مك جولدريك بفتح مطار صنعاء بشكل فوري واستئنى في الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء لتخفيف المعاناة عن السكان المدنيين وأشار مك جولدريك في مؤتمر صحفي لأن الاقتصاد اليمني يشرف على الانهيار بفعل القيود المفروضة على حركة الاستراد والتصدير موضحا أن العدوان والعقوبات والانتهاكات التي تطال اليمنيين أودت بحياته أكثر من عشرة ألاف شخص ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين بفعل الحرب على اليمن أعلن خفر السواحل الإيطالي عن إنقاذ عناصره ثلاثة ألاف شخص خلال ثلاثين عمليات منسقة منفصلة ليصل إجمالي الأشخاص الذين تم إنقاذهم خلال يومين إلى نحو عشرة ألاف وأشار بيان رسمي صدر عن خفر السواحل ونقلته وكالة فرانس بريس إلى مشاركة صفن عديدة في ذلك العمليات بينها زوارق سحب وتم أمس إنقاذ نحو ستة ألاف وخمسمائة مهاجر خلال أكثر من أربعين عملية إنقاذ شملت سفن خفر السواحل والبحرية الإيطالية والعملية الأوروبية لمكافحة مهربي البشر صوفيا والوكالة الأوروبية فرونيتيكس أو منظمات إنسانية نهاية الموجز والآن عودة للزميلات في ستوديو صباح نغير شكرا إليك بها أما هلأ مشاهدين بننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم؟ أكيد نور تحت عنوان نساء صامدات تم أطلاق البرنامج التدريبي للجنة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب ولجنة أسر الشهداء وضحايا الحرب بمجلس الشعب لتدريب وتأهيل النساء ذوي الشهداء وجرح الجيش العربي السوري على مهارات التواصل والعمل كفريق مهارات متكاملة سلمة إدارة الوقت وكيفية إيجاد فكرة المؤسسات والتصويق وذلك لدعمهم وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل نحكي أكثر عن الفعالية معنا بالاستيديو ألين لحده رئيسة لجنة سيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة في حلب يسعد صباحك صباح النور صباح الخير صباح الخير أهلا فيكي بالبداية خلينا نحكي عن مشروع نساء صامدات والهدف منه بداية أود أن أوجه تحية إلى جميع الشعب السوري وخاصة إلى الجنود الذين يدافعون عننا وأود أن أوجه تحية من دمشق إلى حلب لأقول من دمشق هنا حلب دائما دائما وأبدا أود أن أتكلم قليلا عن الهدف من مشروع نساء صامدات في الحقيقة نساء صامدات أتى بمبادرة من غرفة صناعة حلب مع بعض أعضاء من مجلس الشعب وهنا السيدة جانسة أبازة والسيدة نوها جنات من حلب والسيدة نورة الحسن من ترطوس هذا البرنامج سابقا كان في مدينة حلب ولازلنا مستمرين فيه بإسم برنامج نساء ماهرات نساء ماهرات هو برنامج تدريبي أيضا يشابه هذا البرنامج لكن هو بتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ويسمع جميع النساء الموجودات في مدينة حلب إلى الآن تم تخريج 46 سيدة ولازال البس مستمرة أما عن نساء صامدات مهما قدمنا لنساء في هذا الوطن هو قليل فما بالكم التي قدمت الدم قدمت لحم ودم قدمت أحلى ما في لجوز فلزات أكبر أبناء أبناء في سيدات أزواجهم أخواتهم كل ذلك في سبيل الوطن فمهما بادرنا هذا قليل البرنامج لإيماننا بالتدريب لإيماننا أنه يجب أن نقدم شيء ولو صغير لا يقارن بالتضحيات التي قدمتها هؤلاء النسوة وهذا اللي بدي أسألك عنه أداش مهم فعلا أن نقيم هيك برامج لدعم النساء في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها أداش مهم فعلا ويكون في دعم من جهات ومؤسسات حكومية إن كان أو قطاع خاصة غرفة صناعة حلب لما فكرت تعمل هالمشروع فكرت لعدة أبعاد أولا البعد اللي هو المواطني المواطنة تعني حب الوطن تعني الدفاع عن الوطن بكافة أشكاله المواطنة تعني كيف نتكامل وكيف نحافظ على وحدة الوطن أبناء هؤلاء السيدات أو أزواجهم دماء سالت في مدينة حلب فقررنا أن ننطلق من حلب إلى دمشق وترتوس وباقي المحافظات نؤمن أيضا بالتدريب وبقدرات الإنسان وإمكانياته نؤمن بأن التدريب يغير منح حياة الإنسان يطوره نحو الأمام ونؤمن بأن سوريا من جديد سوف تولد لكن بتعزيز وتمكين القدرات النساء في اليابان وفي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية هم وقفوا وشغلوا المصانع وأنا أقول نساؤنا قادرات وأيضا وقفوا في هذه الحرب وأكبر دليل لازلنا صامدات ولازلنا تقدمنا الكثير نعم سيدة إلين رح نتابع مع بعض حديثنا ولكن خلينا نروح سواء لنستعرض مشاهد لرسلطة وكاميرا الإخبارية مع زميلتنا فرح سليمان ونرجع نكمل حديثنا طبعا اليوم الدورة هي عبارة عن كيفية أنه ندخل المرأة للمجتمع تعمل أي منتوج صناعي أو نمكنها من أنه تقدر تفتح مشروع لحالة ففي عنا ترينينج في ناس أخصائيين بدون يجوا يعملون لنا الدورة وأنا طبعا مشاركة فيها لأنه أنا بهمني هذا الموضوع اليوم كتير مهم أنه هي الشريحة اللي أكتر شريحة ضررت بها الحرب يلي شنوها على سوريا هي شريحة المرأة المرأة بشكل خاص إن كانت أم شهيد ولا الأم المهجرة ولا الأم اللي صفيت بلا معيل بهذه الحرب طبعا نحن بهمنا أنه هاي الأم الضل هي مركز أسرتها وترجع توقف على رجلية وترجع تربي أولادها بتربية صحيحة وسليمة إن شاء الله هلا هو بالأول كنا عملنا دورتين سابقات بحلب وكانت النتيجة رائعة جدا مع السيدات طبعا بأنه بلشوا كل سيدة بحد ذاتها عامل مشروع الخاص بدعم من عنا مع الدورات مع القصص هلا أحبينا بمبادرة بين حلب والشام وطرتوس وهيك يكون فيه كمان نتيجة النجاح اللي صار بحلب ننقله معنا للشام وبالوقت نفسه هو مع الأمهات الشهداء اللي هنين شو ما عملنا بظن بيكون كتير كتير نقطة كتير كتير صغيرة بشي اللي صار قدامه هلا هي بسمة إن شاء الله تكون جيدة وتعطي نتائج وإن شاء الله يتضال فيه استمرارية لحتى نكون معهم دايما هيا المبادرة كتير بتهمني أنا كمدربة لأمهات شهداء بمشروع الخياطة فهذا الشي كتير كتير ظريف لقلهم لأنه حتقدر بعدين تعتمد على حالة نوعنا مو بالضرورة تكون مع مجموعة ممكن تكون عاملة مشروع الخاص أو ممكن كل ثلاثة أربع يعملوا مشروعهم الخاص فهذا حيدعمهم أكيد حيدعمهم وحيخليهم لبعدين يقدروا يعرفوا كيف كيف يقدروا يصرفوا المنتج تبعون تسويق المنتج كيف ممكن يكون منتجون كويس كيف ممكن يحافظوا على وقتهم كيف ممكن يكون بطريقة مدروسة كل شي كل تفاصيل شغلون وعملون في برنامج موضوع للعمل هو تمكين البرنامج هو عبارة عن إدارة مشروع تمكين المرأة السورية اللي فقدت أم فقدت أبن فقدت زوج من إدارة مشروع من بداية المشروع وحتى نهاية المشروع كيف ممكن هي تحصل على مورد مادي تقدر تعيش فيه خلال فترة حياتها لأنه في كثير من النساء فقدوا أولاد معيلين فقدوا أزواج معيلين فهذه الدورة رح تمكن المرأة من أنه تحصل مورد مادي جعي من محافظة حمص من مدينة القريتين وهون النساء من كافة محافظات لنعملك على كيفية التعامل مع أسر الشهداء وضحايا الحرب ونوضع خطط بحيث أنه يعني نكون نرضي أنه الشعب ونرضي أسر الشهداء وما بنحسن نعوضا عن الشي اللي راح بس لو أنه بقيمة إنسانية معنوية أكتر من هيك موسيقى سيدة ألين خلينا نحكي أكتر عن البرنامج الددريبي شو بيتضمن وقدش الفترة الزمنية إلو هو برنامج مكسف لسيدات مكسف نعم هو مدخل لعدة مواد بنقسم لمجموعتين المجموعة الأولى هي مهارات الحياة اللي هي ضرورة لأي شخص ليدخل في سوق العمل المجموعة الثانية كيف يبلش الشخص يفكر بمشروع خاص بيبلش بكيف أوجد فكرة مؤسسة ما معنى الريادة كيف أوجد تكاليف منتجات أو خدمات وكيف أضع خطة عمل ناجحة ومن ثم كيف أسوق لمشروعي خاص الجزء الثالث وهو مهم جدا يتحدث كيف يمكن أن أرخص كسجل تجاري أو صناعي وكيف يمكن أن أتم عقود العقود لغير المتعاقدين وأيضا لدينا عن اتكاة الأعمال وجزء مهم جدا بختام البرنامج كيف أحصل على تمويل وسيكون معنا بمذكرة تفاهم مع غرفة صناعة حلب المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير التي سوف تساهم فيما بعد بمنح القروض للسيدات اللواتي لديهن فكرة عن مشروع خاص طبعا نحن نشجع النساء لتكون لليكن لديهن مشروع خاص وهذا يتطلب نوع من الرياضي الرياضي كيف أعمل مشروعي الخاص وأيضا إذا كنت في مكان آخر ممكن أن أكون مبدع أكون قائد في هذا المجال هذا عن برنامجنا التدريبي أيضا هناك تتم نطمح بهذا المشروع أن يتحسن أكثر ويتطور أكثر نجمع أكبر شريحة من النساء ممكنة رحلتنا بدأت في حلب بنساء ماهرات ولن تنتهي الآن في دمشق ونسمى إلى طرطوس السيدة نورة الحسن هي عضو مجلس الشعب زوجة شهيد وهي أم شهيد بآن معا هناك كثير من النساء من ذوي أسر الشهداء في منطقة القدموس تموحنا أيضا أن نعمم في كل المحافظات هذا البرنامج وأن نمكن كل إمرأة في سوريا لأن هذا واجب وطني والتدريب هو منهج مهم جدا لتطوير المؤسسات والمجتمع المحلي وأيضا لنصل إلى الريادي وما أكثر من هذا المجتمع الريادي بالرغم من كل الحروب نحن لازمنا بعد خمس سنوات ومن حلب الشهباء أتينا إلى هنا لنقول نحن باقوم حلب لنا وسوريا لنا أكيد سيدة ألين يعني حضرتك من السيدات اللي بتمثل نموذج الخدمة المجتمعية لبلدة من زمان وحتى الآن كان إليك باع طويل بالعمل المجتمعي بنا نتشكر وجود حضرتك كثير شكرا أنا أود أن أشكر الله لوجودنا معا في سوريا أولا أود أن أشكر غرفة الصناعة ولجنة سيدات الأعمال شركاتي وأود أن أشكر كل سيدة تحضر هذه الدورة التدريبية حضور أعطاني الكثير دفعني إلى الأمان دفعات كبيرة جدا تحياتي إلى دمشق مدينة الياسمي منها إلى حلب قلعة الصمود أكيد شكرا لكم شكرا إليك نتشكرك كثير ننجح تحية لكل السيدات المشاركين بالمشروع شكرا كثير لوجودك معنا شكرا إليك شكرا مشاهدينا محطاتنا الصباحية لليوم وصلت لنهايتها ودائما وأبدا كل الرحمة لأرواح شهداءنا والشفاء العاجل لجميع الجرحة لمتابعة الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير أو الساعة وحدة بالليل على شاشة الإخبارية دائما كل تحية لكم مشاهدينا وتبقوا بألف خير مشاهدينا صباحنا غير لليوم انتهى وصل لنهايته بكرة معدنا بجدد بنفس التوقيت بتمام الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت مدينة الياسمين دمشق بموادية جديدة والطيوب جدد الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحة والنصر رحل راس الحياة أبطال الجيش العربي سوري بكم النصر يولد من جديد كل يوم باي 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 اشتركوا في القناة